هو التعامل القولون ده حضرتك لازم في الحالات دي نعرف سببه ايه لانه واضح انه هو اخد ادوية من غير ما يعمل الفحوصات فحوصات القولون لا تعني تحليل براس تعني براس ده يعني لا في الاماكنة بتاعتنا لا نأخذ بها لكن احنا بناخد عينة تفحة جدا جدا منظار بسيط وبناخد عينة من الغشاء المخاطي حجمها لا يتجاوز ملي وبتتفحص تحت الميكروسكوب منها نوع بنسمي اللي هو التازجة يعني بناخدها على طول ونفردها ونبص عليها في ساعتها وفيه نوع نسبغه ونشوف ايه القصة دي ده دال عشان نبقى سريع قد نحتاج الى منظار قولون طويل يعني يوصل لحد داخل قولون وخبار حضرتك نشوف بقى التقرحات بجد ولا التهابات وانواعها ايه لكن انا هحاول اساعده هياخد حاجة اسمها سلازوبيرين حبتين بعد الاكل ثلاث مرات في اليوم لمدة شهرين لو جابوا نتيجة يبقى كويس ما جابوش نتيجة يبقى اللي حنتطر ناخد عينة ربما يكون بالهارس يا زمان انا ما عرفش طبعا ان لو حقد الحالة ممكن لقد فيها فترة طويلة ويروح منها طويلة طويلة